بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبت بريبون تعالوا ناخد النهاردة اخر بارت من يونت وان الليسوند وان ونكمل كلامنا عن حاجة اسمها الكميكال بروبرتز اوف ماتر ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفونا يريد تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس يريد كمان تنورونا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام لان ده اللي حينزل عليه البيدي اف افقل الليسون باذن الله ويا سلام بقى لو فرحتوني بلايك وشير وكمانت على الفيديو يلا نخلص اخر بارت معانا في لسون وان يونت وان زي ما تعودنا كل مرة لازم نحكي كده حدوتة اللي حصل المرة اللي فاتت علشان نربط الاحداث ببعضها احنا كنا بنتكلم ده عن بروبرتز للماتر وعرفنا ان في حاجة اسمها فيزيكال بروبرتز وحاجة اسمها كيميكال بروبرتز واخدنا من الفيزيكال بروبرتز دي فايف بروبرتز اول واحد اللي هي تلاتة في واحد كالر والتيست والسميل تالت واحدة الدينستي ودي كان ليها رول والبروبلمز بتاعتها تالت واحدة كانت الملتنج بوينت ونمبر فور اختها كانت البويلنج بوينت ونمبر فايف كانت الهاردونس نهارده هنتكلم عن اتنين اخوات تانيين اللي هما إلكتريك كوندكشن والهيد كوندكشن احنا متفقين في برايماري سيكس كنا بنتكلم ان انا عندي الإلكتراستي مش كل حاجة بتقدر تعمل كوندكت للإلكتراستي واتفقنا ان السبستنس اللي حوالينا او الماتر اللي حوالينا نقدر نعمل لهم كلاسيفيكيشن لتو طايبس حاجة اسمها جود كوندكتور للإلكتراستي والتانية باد كوندكتور أوف إلكتراستي وكنا ساعات بنسمي الباد دول إنسيوليك نرجع تاني للديفنيشن هو هو القديم سبستنس اللي او إلكتراستي تو فلو سرو أو سبستنس اللي او إلكتراستي تو باس سرو والتانية زيها بالزبط بس قبل كلمة اللي حنحط دونت اللي او طيب الإجزامبلز خدنا في القديم المثل زي الايرن والسيلفر والكبر وخدنا في القديم برضو السيلفر والفوسفرس والبلاستي لازم بقى ناخد حاجات جديدة وهم هنا في الجود كوندكتور عندي سيليوشن فيه السيليوشن بتكوندكت الإلكتراست يعني إيه إيه ميس سيليوشن يعني حاجة ليكوت كده يعني حاجة حطينا عليها ووتر عندي الأسيدك سيليوشن يعني لو حطينا أسد في ووتر زي اللامون كده لو حطناه في ووتر يديني أسيدك سيليوشن وعندي الأالكالين سليوشن يعني الألكالي لو حطيته في واتر آميس الألكالي ده كمان الألكالي ده زي السوب زي الصبول اللي بنرغي بيه بإدينا على فكرة انت حتفهم على آخر السنة دي بإذن الله يعني E-acid ويعني E-alkali وكمان يعني E-soul بس زبر شوي طيب يبقى السليوشن اللي جود كوندكتور ألكالين سليوشن واسيدك سليوشن وصولتي سليوش وعشان ما ننسهمش حنسميهم A-S-A Alkaline و A-Cidic و Salty Solution ثلاثة Solution دول الجود Conductor للإلكتريست في Solution Bad Conductor أو Solution Bad Conductor عندي ده خد Solution ده خد Solution طيب وده خد حاجة تانية خالص Solution لحاجة اسمها Hydrogen Coloride in Benzine طيب البنزين ده وعرفت نيه اللي بنحطه في العربية نفس الاسم Hydrogen Coloride ده Compound هتاخده في Listen to وحنتعرف عليه بشكله أكتر شوي يبقى Solution Bad Conductor هو لما حطينا Hydrogen Coloride in Benzine Solution اللي اطلع لي ده Bad Conductor والSugarry Solution برضو Bad Conductor في معاينا من Bad Conductor الجازس وده إحنا برضو يغضينه من Primary 6 لما كنا بنقول الإلكتريستي ما بتوصل ليش غير لما بمسك حاجة توصلني بيها علشان كده لو لا قدر الله فشت الكهرباء اللي قدامنا دي بتطلع إلكتريستي ما وصلت ليش الإلكتريستي وانا بيني وبينها Air علشان الإير أو الجازس كلها Bad Conductor للإلكتريستي يبقى لازم نحفظ الديفناشر حافظينه واميس بالسنة اللي فيدي والإيجزامبل زي أهم حاجة في الإيجزامبل هم الجداد وهم السيليوشن A S A دول الجود كونداكتور والهايدرجين كولورايد ان بنزين والشوجري سيليوشن دول الباد كونداكتور للإلكتريستي الجيف ريزون بقى في الحدوتة هنا نفس القديم بالزبط كي يجي يقولك ليه الإلكتريك واير معمولة من الكابر أو الألمينيوم لكن كفرد ببلاستيك طبيعي جدا علشان الكابر والألمينيوم دول جود كونداكتور للإلكتريست لكن البلاستيك ده باد كونداكتور للإلكتريست بنفس الطريقة الإلكتريك سكرو درايفرز اللي هم المفكات اللي كنا بنحكي عليهم المرة اللي فاتت وقلنا إن السكرو درايفر نفسه بيتعمل من الستيل آيرن علشان يبقى هارد هنا بيسألني ليه هو من الستيل آيرن لكن الهاندلز بتاعته إيده يعني معمولة من البلاستيك كان عندي نفس جفريز وندا السنة اللي فاتت ليه علشان الستيل آيرن ده جود كونداكتور للإلكتريستي لكن البلاستيك باد كونداكتور للإلكتريستي وأنا بشتغل كده بالكهرباء آه ممكن أشوف فيه كهرباء ولا لأ ونلاقي المفاك ده بيناور كده فيه زي لمبة كده بيسموه تست لكن الإيد بتاعته نفسها لا معمولة من البلاستيك عشان لو طلع فيه إلكتريستي ما توصليش ما تكهربش أنا طيب برضو عملنا الكلاسيفيكيشن لجود كونداكتور أوف هيت وباد كونداكتور أوف هيت نفس الديفانيشن يميس بس بدل اللاو الكتريستي بقت اللاو هيت بدل اللاو هيت مقت ضون اللاو هيت ومش حنزود حاجة عن الإجزامبلز بتوع السنة اللي فات ايرن وسيلفر وكابر يعني أي متل يخطر على بالك والباد كونداكتور افتكر كده الحلة بتاعت ماما اللي بتحطها على النار البوت نفسها الحلة نفسها من المتل لكن الهندلز بتاعتها من الوود أو من البلاستيك علشان يبقوا باد كونداكتور للهيت هو ده فعلا الجيف ريزون اللي حيسألني عليه الكوكينج بوتس من الألمينيوم علشان الألمينيوم جود كونداكتور اف هيت طبعا مش الكتروستي احنا قسفين على الغلطة دي اف هيت وفي نفس الوقت ليها هاي ملتنج بوين فاكرين الجيف ريزون اللي قولناه في فيديو قبل كده وكان بيقول لي ليه الكوكينج بوتس عملناهم من الألمينيوم وقلنا عشان ليهم هاي ملتنج بوين بس خلي بالك الجيف ريزون ده هنرجع نزود عليه حتة كمان اهي دي الحتة كمان لما اجي اقول الكوكينج بوتس معمولة من الألمينيوم ليه هتقول الحكتين ألمينيوم جود كونداكتور اف هيت وليه هاي ملتنج بوين أما لو بقولك الهاندلز ليه معمولة من الوود أو البلاستيك هتقول لي علشان هم بات كونداكتور اللي الهيت برضو احنا اسفين تيم طيب آخر حاجة بقى هنتكلم فيها النهار ده وهي الكيميكال بروبرتس اللي موجودة في الماتور احنا اتفقنا فيزيكال بروبرتس دي اللي اول ما شفتها عرفتها كيميكال بروبرتس دي اللي نرفست الماتور كده علشان تعرفني ايه هي الكيميكال بروبرتس بتاعت الماتل لما شفنا لها الكيميكال ري اكشن بتاعتهم او لما تفرجنا عن الكيميكال اكتيفتي بتاعتها يعني هتبقى اكتف ولا لأ لقناهم سري جروبز تعالوا نحكي بتتخنق مع دبان وشة يعني اول ما تشوفها صباح الخير وكمان بتقول لي صباح الخير وانت تقول لي صباح الخير ليه هو انت تعرفني اصلا ده نوع غريب اول في نوع تاني تقوله صباح الخير يا فان صباح النور يا فان ازاي حضرتك يا فان الحمد لله يا فان وور حضرتك ما خلاص بأ احنا قلنا مر النوع الثالث بقى صباح الخير يا فند صباح النور وار حاجتك ايه حمد لله عامل ايه حمد لله عشكلك مش لطيف النهارد شكرا يا فند انت شكلك غريب قوي النهارد شكرا يا فند نوع هادي خالص اهم نفس الفكرة بالظبط المثل فيه منه ونوع النرفوز ده اللي على طول متنرفز اللي هو very active مثل وفيه النوع التاني اللي هو less active وفيه النوع التالت اللي هو in active خالص الفرق ما بينهم بقى ايه الخناء اللي حصلت دي طبعا مرزايا الحدوتة اللي احنا حكيناها اللي اولاني المثل اللي هو very active metal الخناءة كلها يا شباب مع الاكسجن ال very active metal ده اول ما يشوف الاكسجن على طول يلوز اللاستر بتاعته يعني من الاخر كده زي ما احنا بنقول يحصل له رست يصدي ده ال very active اول ما يشوف الاكسجن ده النرفوز قوي اما ال less active هيعمل react مع الاكسجن بس بعد كم يوم زي كده لما ماما تنسى الدبوس بتاعها او انت تحط مصمر او دبوس او حاجة على الحود وبعد يوم والتاني تلاقي بدأ الدبوس ده يعمل رستنج يعمل الصدى يديك اللون ال brown ده اه فعلا هو خد كزا يوم مش في ساعة لكن الاولاني ده في ساعة ال in active بقى ده اصلا مش هيعمل reaction مع الاكسجن ده زي مين بقى ده زي الخاتم الدهب اللي في ايد ماما ماما بتطبخ بالخاتم ده وبتخسل معينها بالخاتم ده وبتاخد الشوار بتاعها بالخاتم ده وبتمسح بالخاتم ده الخاتم ده ولا عمره صدى ولا عمره طلع ال brown اللي بيطلعو ده ده النوع التالت اللي هو ال in active meter تاني ال very active react مع الاكسجن وال less active react مع الاكسجن بس ال very active react مع الاكسجن اول ما يحصل له exposed مع الاير اما ده حياخد some days وده مش هيعمل اصلا ال reaction اللي اتنين النربوزين او اللي عندنا دول هما السوديوم والبوتاسيوم ال less active iron والالمينيوم والكابر ال in active بقى اول حاجة تيجي في دماغك ختم ماما gold او silver او بلاتينيوم وكمان ال nickel والكروميوم دول الحاجات ال in active تاني very active less active و in active علشان هما كده قدرنا نستخدمهم في حاجات مختلف يعني مثلا ال السوديوم والبوتاسيوم دول ما قدرش احطوهم في الاير عايزي كده ده انهم هيحصل لهم راستنج اما لاعمل فيهم ايه بحطوهم في بطل كده ازازة تحت حاجة اسمها كيروسين الكيروسين ده liquid كده بس تقيل شوية بيعمل prevent لل اير انه هو يقابل البوتاسيوم والصوديو زي ما تيتا كده وربنا يديها الصحة والعافية او يرحمها او يرحمها لو هي توفت لما تيجي تعمل المخلل كده والزيتون تلاقي على وش الزيتون كده حط شوية زيت يا حط الزيت ده يا حط الزيت ده وملبسة البرطمان كيس وقافلة البرطمان بالغطى بتاع وكل ده علشان الاير اللي برا ما يوصلش للزيتون اللي جوه اهي نفس الفكرة بالزب احنا جبنا البوتاسيوم والسوديوم دول وحطناهم تحت الكيروسين علشان الاكسجن اللي برا البوتاسيوم والسوديوم حيتخنقوا معاه اول ما يشوفوه ما يقدروش يوصلوا لي وبالتالي نعمل بريفينت للرياكشن ده طيب الفكرة بقى للحاجات اللي هي بتعمل راستينج بس بعد فيو دي اللي هما الليس اكتف زي الايرن والحاجات دي اه الحاجات دي كل فترة والتانية نعمل لها بينتينج او نعمل لها كافر يعني مثلا لم عيجي يسألني الستيل بريدش الكبري اللي معمول من الايرن ده او حتى الهولدر بتاع اللايت بلب عواميد النور اللي في الشارع كل شوية يعملولها بينت يبيضوها كده هما ليه بيعملوا بينت هو او عشان نحفظ على المنظر الجمالي وكل حاجة بس مش ده بس السبب نفس الفكرة بابا لما يودي الكار بتاعته ويقولك اصلها محتاجة نغير الزيت او فيه شحم ناقص في العربية او العجلة بتاعتك لما ييجي الجنزير بتاعها ده يقع يقولك الراجل بتاع العجل العجلة دي يا استاذ محتاجة نحط لها شحم او محتاجة تتشحم اه بالزبط كده اي حاجة فيها متالك سبير اللي هو نفس فكرة الجنزير او التير اللي هو التروس دي بتبقى كافرد بالكريس بالشحم ده نفس الفكرة ماما لو استأذنتها كده قلت لها ماما ممكن اشوف شنطة المعالي اللي انت حطها في النيش دي هتقولك لأ دي مطلية فضة مثلا يعني ايه بقى الكلام ده يعني كان ساعات كده يعملوا حركة لذيذة بدل من جيب سبون معمولة كلها من السيلفر علشان هتبقى غالية قوي فيعملوا السبون دي عادية خالص من الالمينيوم ويعملوا عليها بليتينج او كافر بطبقة صغيرة خالص من السيلفر فيبقى شكلها من برة كأنه سيلفر بس هي من جوة الالمينيوم طب والفكرة في ايه غير الشكل غير الشكل الفكرة ما اتفقنا من الليس اكتف متل لكن السيلفر من الان اكتف متل استخدم بقى حاجة زي السيلفر او حاجة زي النيكل ان انا اعمل كافر للسبستانس اللي بتعمل رستنج بسرعة زي الآير التلاتة جيف ريزون دول بالتلات معاني ليهم نفس الانسر ليه عملنا بينت ليه حطينا جريس ليه عملنا كافر علشان كل مرة بريفنت الرست والكروجن يخليه ما يحصلوش الرست دا ما يصديش ولا يحصلو كروجن خدنا كروجن السنة اللي فاتت بس نقول تاني لو مسكت المصمار اللي حصلو رستنج وفرجته بايدك جامد كده تلاقيه بيطلع فتفيت هو دا الكروجن ان الايرن نيل دا يحصلو ان هو يتفت فت في ايدك طيب ماما نرجع لماما تاني ماما لو عندها الامينيوم كوكينج بان حل كده الامينيوم بتعمل بيها اي حاجة يا سيدي كل شوية كده تلاقي الحل دي لونها ضعف شوية وبعدين ماما عملت حاجة خلتها تنور وتلمع تاني يا ماما بتعمل ايه تقولك لأ الحل لازم تدعج بسلك اه فعلا لازم بنعمل لها ووش برف ماتيريال ليه علشان الالمينيوم ده من المتال اللو هما لس اكتر يعني اه حياخد وقت علشان يعمل ري اكشن لكن حيحصل له رست نستخدم الرف ماتيريال دي علشان نعمل ريموف للرست لير اللي تكونت عليه ليه بقى السيلفر والجولد والبلاتينيوم بنعمل منهم الجولوريز كلها بتاعتنا علشان هما inactive مثل keep their luster for long time مش هيعملوا رست لف ساعتها زي الvery active ولا بعدها بيمين زي less active دي عندهم اصلا difficulty انه هما يعملوا الرياكشن بتاعهم ده مع الاكسل فهتفضل الحاجة قعدة معنا لفترة طويلة باللست بتاعتها من غير ما تعمل لنا رست بكده بايبي نكون خلصنا لسن وان يا ربي بقى اسهل وابسط ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق